حلو ان احنا بنسمع البنات الكلام ده عشان ياخدوا بالهم يعني اه طبعا طيب نروح تاني الراجل عايز ايه من الست اللي بيرتبق بيانا بوسي هو الراجل عمتا هو كائن بسيط يعني الفرفوشة النعنوشة الأمر دي هو بيقلبها النكادية هو كائن لا لا يعني ياخدها فرفوشة وتبقى بتهزر وبتضحك وبتتنطل يبقى وزلات دنيا لا 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 فرفوشة كانت أمر وكاريزماتيك وكل الناس بتحبها يقلبها يحولها نكادية ومحدش بطيقها أصلا لا لا بوسي أقولك العجل هو الراجل كان بسيط هو عايز يحس دايما ان هي هو بيحتويها بمشاكلها بفلوسها بحياتها بكراراتها رغم ان هي بتاخد القرار زي ما قلنا بالحتة الزكاة شوية ولكن هو اللي بيحس دايما ان هو بياخد القرار هو اللي بيدي الأوردر هو اللي بيختار مثلا مع ان هي اللي مختارة برضو فالراجل عايز يحس دايما ان هو القيادي أو هو اللي بيتمتع بالصفة بتاعك قيادية أو الرجولة في النواب يمارس ده مع حبيبته وصحبته ومراته وكذا إلى آخره فهو الموضوع بسيط جدا للرجل هو ده وعايز حاجة تانية بقى مهمة أول ناس كتير قاعدوا تسألني على الموضوع ده هو الراجل عايز يبقى إيه أقول له الراجل عايز حقا واحد يبقى مرتاح تعالي بقى ندور مرتاح دي في أي صفة في حياته يعني فيه راجل مثلا نرجع بقى الأمثالة الشعبية والحاجات دي كلها سره في معدته هو بيحب يأكل أكل حلوة ومش عارف إيه ويحل وكوب بيت الشاي ومعرفش إيه هو عايز كده بس كده هو مرتاح في دي طلباته بسيطة يعني الراجل عايز يعيش مرتاح جدا آه هو بس كلمة مرتاح دي الراجل عايز يعيش مرتاح طب إزاي ست تقرب من الراجل وتفهم احتياجاته مدام هو عايز طلباته بسيطة بما أن الرجالة طلباتها بسيطة الراجل عايز يعيش مرتاح بس طب أنا زي أقرب له وعايشه في الراحة دي ممكن أكون عاملاله حاجات كتير قوي بس مش هي دي الراحة بالنسبة مربو عليكي صح أيوة ممكن تكون عاملاله قلب له البيت ده جنة آه بالزبط هو مش عايز ده هو بيحب يخرج آه بيحب تشاركه في خروجاته تمام كده تشاركه مثلا في النية تعمله أكلة حلوة لأنه هو يسحى من النوم يفتروا مع بعضه عشان هو رايح الشغل بسرعة يعني هو حاجات بسيطة هتعرفها منين؟ ما لعيش حل إلا التجربة والوقت والعشرة بالعشرة بالزبط عشان كده الناس لما تيجي تقول لي يتخطبنا في شهر واحد ونتجوز كمان شهرين أقول لهم ما تصبروا شوي اعرفوا بعض أكتر يعني ما فيهاش حاجة لما نعرف بعض أكتر ده بالعشرة دي لو خطوبة سنة مثلا كفاية؟ سنة حلوة سنة حلوة السنة ضد التطويل برضو لا 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 يعني ضد إن الخطوبة تفضل كتير برضو بتبوز برضو يعني مش حلوة هي سنة طبعية سنة حلوة قوي هنمر بحاجات كتيرة في السنة دي هنمر بشغل ومشاكل بأعيات بمواسم كل دي بيتبين وإحنا طبعا ما شاء الله عندنا في مصر الأعيات كتير فهتبين الحقيقة عاملة إزاي تمر بصيف بشيتها بتقلبات هتمر بكل حاجة هتعرفه بعض أكتر